شفنا وحتى سمعت برش تصريحات في إذاعات أخرى ولا حتى في غاديوميد لأولياء بالحق غاذبون وجدا المرة هذية في مسيرة كان في عدد كبير من الأولياء وتم منحهم حتى بشي دخلوا سيحة محمد علي وفيين الاتحاد معنطا بنقر الاتحاد شفتو اليوم معنطا بنشعارات ومعنتها من الشعارات اللي رفعوها واللي رددوها بليتو في المسيرة معا الاحتجاج معا انك انت ما تطلب طالب حقك طالب حقك ولي طالب حقك بحق ولدك وبنتك اللي يقرأوا معا هذي الكل معنتها ما نجم حتى حد يقول لي انا متأكيد اما تشوف الشعارات المرفوعة وتشوفهم ومعنتها ليس قهرة علي ساعة تتوصل ذا ده خرج واحد من سينتو الحقيقة اي معنتها قهرة وخرج من سينتو ومعنتها يردد شعارات كما كاكا اي اي انا مانيش معا اي معنتها لكن وقصرتهم ومعنتها تحس انه معنتها اليوم ما ثم حد شيء ما هوش مسيس في البلاد حد شيء ما هوش مسيس في البلاد حد شيء مسيس في البلاد دخلت بعضها اليوم للمسيرة وما نشكوش في التنسيقية انت اولياء غذبون هذا مما لا شك فيه انهم اليوم يمثلوا اربع ملايين ولي في تونس مهمش شوية من حقهم منهم يخرجوا في المسيرة ويطالبوا وانا معاهم انهم يطالبوا بحل ملف ازمة التعليم لكن ثم فئة قليلة اليوم شفتهم انا معنتها في المسيرة ما نحبش قول من الاولياء مع تفئة قليلة رفعوا شعارات ما عندها حتى علاقة بالازمة ما عندها حتى علاقة بحل ملف التعليم ما نحبش نحك عليهم برشة بش ميخذوش منتها بش مركبوش هما على المسيرة اللي هي معناتها الغاية متاحها مطالبة بحق التلميذ ان شاء الله معناتها المفاوضات ترجع نهاية الأسبوع هذي ان شاء الله ترجع المفاوضات ان شاء الله غدوة بش كون الغدوة الغدوة بش كون مفاوضات 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 ماشى نحو الوفاق ومن بعد قمت في الصباح نلقى كلا عادة تسريحات مفاوضات 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 من الاتحاد العام التونسي لشغل اليوم يجب هو يدخل ويقع حل الأزمة هذي شفنا اليوم المسيرة كبيرة وضخمة من الأولياء وعندهم فيها مئتين ألف حق خطر اليوم أولادهم زي داروا معتها ما همش قاعدين يقراوا ثميش امتحانات وفيت ديجا نهارك اثنين عطلة وقتاش بش نومش نعملوا أما أنا ضد أنه توصل معناتها المسألة للتدافع الاجتماعي وذي ما تريت منه شوية اليوم وإن شاء الله ما تيقع حل الملف قبل ما نوصله للكيرثة خاطر بداية كيرثة كل مسيرة عليه ولا كل احتجاج دي ما فيه مندسين لغايات أخرى ما عندما عش نستغربوا منهم أمين؟ والله أنا الحاجة الوحيدة أنه التلميذ يرجع يقرر ما هي معاهد يا نكاو؟ المظاهرات والاحتجاجات وغيروا راهي حاليا زيدة في الوقت الحالي زيدة لكن كان فما حقوق وفما حاجات يلزمهم يتصلحوا يلزموا فوضات عاجلة يلزم لحكومة الدخل يلزم يلزينا رانا في فريانا ساي عام جام في وفي ليه؟ أو الباك أنت؟ ليه؟ صحيح؟ أنا ابنح الباك تعرف عليش قتلك الباك؟ خات الباك قبل ما يوفى العام معنى تهم يخذوا كل شهر متاع الغيفيزيون صحيح الباك ممكن أكثر قسم الضرر خاطر لذكر الفيزان ونظرت وطمية معنى تهم الباك نوبيين صحيح نوبيين ما يخذوش علي شهر متاع الغيفيزيون معوحدة عاد تعليم السياسي زيدة ثم اليوم هيئة إدارية زيدة وغضو زيدة ثم هيئة إدارية مرة أخرى وممكن زيدة يمشي واحدة لذكر العام أنا رأى من رأى أنه كان يحبوا يتلموا ويصلحوا ويصلحوا فما حاجة فما أنه في الحكاية ما فهمت العرقيل اللي تنتعى المفاوضات صحيح ما تفهميش نوع العرقيل يذي كل خطرته ما هو فتناه ونحنا فتنا فتناه مديدة رعو وش هار مش نحكي ولا فيه ممكري. مع انت مدة اكثر من شهر الليها وقراء ونهار ها وقراء ونهار، ها وقراء ساعة، ها وقراء ساحرة. رعو وها مش مقطعين الدراسة لا 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 لا، السيد ذا ما هم مش مقطعين الدراسة، السيد ذا مقطعين لامتحانات. ما همش مقطعين الدراسة. ولا أولياء ولا تليم دا قاطعوا الدراسة ومعني تتفهم شيء ما نينهاي آي اي هدا هو. خانمشي والتشوير رئيسر مزيانة عاشبتني شوارع المدينة العتيقة بالقيروين تتحول إلى لوحة فنية بعد ذلك نحب تتصور على البجنة عنديومات تونيزية المجتمع المدني أكيد مجموعة من المجتمع المدني قاموا بيد رئيسر مزيانة بتضافر الجهود بيانسور شباب من المدينة زينوا الحيوت ردوا مانتا دي تابلو إن شارك أخوها داكيكة شوفتهم تتصوروا حقا زيانة برج خممت في الصحيب اللي في جربنتي وخممت في قربك يحطوا ذيكا يدخل معانا غرافيتي هذيكا مشايوا وبعد ذيكا فسخوا اللي بدن بتاع المراقل راهوا سهل تزين بلادك ريت محلية من دي جيس بالعكس صعيب بالتزينة طارش نولي سهل نفسيت مش تفسد سهل صعيب الاستحفاظ على الزينة أما الزينة سهلة راهوا الزينة خطرت ونسة فما برشة جمعيات وفما برشة أولاد صغار وفما برشة شباب تاويكا كتشوفهم يحبوا يصلحوا البلاد بأقل التكاليف يخسروا عليك شنوة منهم يعملوا في اكتيفيته هما منهم يزينوا منهم غيره لكن مش تستحفظ ذيكا عقلية الصيانة في كل شي نحنا ريت حتى نرجع لك البنية التحتية نحنا في تونس نعملولك عادي نبنيلك استاد عالمي تاويكا بعد ستة سنين تلقى ما عاش في محجة خطرت رادسكي أو الما عاملوا رادس نذكر كين استاد عالمي اسمه درة المتوسحي نذكر كين عالمي لقعد درة لقعد المتوسط مش حتى نحنا متوسط في بالك المنزة اسمه معبد افريقيا معناها أقدم استادات أقدم استادات والارشيتيكتور متاعه معناها يونيك في العالم ما فماش استاد كما المنزة هذيك كل الاستحفاظ يخويا خلنا استحفظوا على بلادنا سهل رأوا خليهم تعقلية نقطلك عقلية معنا توا أنا أكثر واحدة بهتتني كالصحاب اللي في جرم تسرق فيهم أعلى ما فهمتش ذاقت بيك الدنيا ما عندك شوشري صحابة ووقتنا فماش تشتيون بلوس ما عليش تسرق فيهم حقلية ما فهمتش فما مكافحة الفساد اللي عملوا فيها تويك الحكومة على الفلوس وعلى الناس المتحدة فما فما مكافحة فساد آخر ذا فساد رأوا زاد السماء بيانسور والله كان نكافحوه ذا الفساد برابي شباب متاع القيروين على المدينة العتيقة موش زاينوا في الحوتك هورا كانت فما مسابات متاع بوبيل متاع فذلات معنا تنحهم وش عملوا؟ عملوا دي بانكات متاع الكييز كامل حاتوا دي بو معناتنا دي بلانت في الكييز عملوا باشا حاجات رأى شعالا يقعدوا جالا مشكل بيه حديث ويقر بيها للدار شرتو في بلاسكي موكا المدينة العتيقة متاع القيروين اللي هي عندها رمزية كبيرة وتاريخ وحذارة معناتها ماش نحكيه على اي مدينة عتيقة بهية الترميم بهية الفديق اللي عند الشباب اللي موجود في القروان معنات حاجة تفرح إن شاء الله يستحفظوا عليها والأهالي معنى سيخطو الوعي وتعال الأهالي والمتساكنين والتجار الموجودين في المدينة العتيقة أكيد رمفرحانين معنىتها بالحاجة هذه إن شاء الله نستحفظوا عليها وإن شاء الله سيخطو الشباب ينسجع المنويل لها وعليش لي معناة ما نشوفوش في كل بلاسة معناتها باش نستحفظوا وعلى مدينة عتيقة على نهج حتى شجرة قدام دارك صارت في سليمان قبل صارت في سليمان فاكل أزقها معناتهم متاع مدينة سليمان العتيقة كانوا عاملو كما كل محابس بالورد معناتهم محلين ومع الأخر مزينة برشا مازالو بربيا؟ مازالو مازالو يسقيوا فيهم؟ هكاكا ما نعرفش نمشيو الأخبار يا خبري فرح برشا شوف احنا ديما نقولوا الإطارات التبية عنا من أكفأ من أحسن كفاءات صحيحن من أحسن كفاءت في العالم الكل احنا تبقى باريس في العالم الكل والله العظيم عنان هادا يكون في العالم شيد ضيوي في باريس قالوه ميين قالوا تونسي قالوا إنتي تونسي عندكم دكتور فولين وجاي ديوي في باريس يا رو أستاذنا تبقى يمشي في الجمعة الباريس يا قري عنا من أحسن كفاءت وتدخل بنية تحتنا المنشئتنا الصحية هي اللي في حالة واحنا دي ما نقولها ولازمنا ان نشوفوا حل في الحكاية ذيها بالنسبة لكفاءات موجودين دونك اليوم في سابقة منا وحانجح فريق طبي بقيادة الدكتور نبيل إدريس تحيالي الأخسائي في الأنف والأذن نقصد هي أنف وأذن تولي أنز أنف أذن وحنجرة ما بعضهم كيفش جيد أنزح 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 جادة اللحاب تولي أنزح طبيب الأنزح هذي عبدو ثلاثة اخصصات الأنف والأذن والحنجرة في إجراء عمليتين جراحياتين يزرع قوقع إصطناعية هي الأولى من نوحة في المستجفل الجامعية تهر صفار بالمهدية جوز بناية تعمرهم ثلاثة وسبعة سنين راجعوا يسمعوا أول ما رأسير في تونس لو كان نجمو كان كلهم برافو 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 اللي تأتبين كأنها وهما فخر لتونس أكيد أكيد ومبروك عليك الصغيرات ما أنت بحاجة تفرح تفرح على الأخر أنه ما ترجع لهم ترجع لأمل الصغيرة أدخلين جوز صمو معناتها كتشوف أنت عملية كما هذه صارت في تونس اليوم تحل الباب منتع نجاح معناتها العملية أخرى ويجيونا حتى من برا بش يعملون عملية أدو أهي علش ليه معناتها كما يجيونا على العملية أخرى إن شاء الله جوز ووفروا لهم معناتها الظروف اللي باش للطبيئة متاعنا يخدموا معناتها في فما حتى الاستار اللي جيوا عملوا عمليات تجميل تجميل في تونس يعني حتى فما السياحة الطبية نجمتكم في تونس ووفروا للإمكانيات ووفروا خطر كتشوف زيدا نرجعوا للبنية التحتية مروة معناها راهوا المستشفيات يعني وغيروا راهوا نقصين برشا عنا كما الكفاءات عنا فراري ملقينيش عنا اللي شكون يسوق معنا في الفراري هذي ملقينيش الفراري خاطر ليه مستعيب راهوا يسوق فراري أصعب حاجة بش تسوق فراري مالي أصعب حاجة مش سهل مش سهل راه فورمولان مش فراري كريف يعني الحقيقة مش كرفت إن نحكي لك ش بانيش بش ندخلوا في اللي فورمولان وغيروا آي يعني انت تقصد كرابة معنا عنا عنا في كل شي راه وفر للبيئة معنا صحيح نجم أنا ننتجه نجم أنا ننتجه نحنا عنا أسطول خايخ بالمعنى الصحيح عنا عنا دي بيلوت تباركال عنا عنا كفاءتي كل شيرة ومهنسين طباب دي بيلوت عنا كاقوت لك أمين بالحق اللي يقول في صحيح لازم عنا في كل شي أنا تو والله مبكري نتفرج على قد ماني فرحان منتخب عربي تتوجب كأس أمم آسيا قاعد نتفرج في التتويج طبع المنتخب القطري ونعمل في ركاب صغير كيفاش كانوا وكيفاش ولاوا معناها بالحق ناس خدمت ورأوا نحنا اللي علمناهم برشا حاجات ياسير غير أخذر هما وين وصلوا هما وين وصلوا كملوا الخدمة ونحنا مش معناه راني نقارن هما خير منا في الكورة نجم نكونوا نحنا خير منا في الكورة ليك تشوفوا المنشآت وتشوفوا التيرانات وتشوفوا أنه قطر الفينو سنين وعشيش نظم كأس عالم معناها قطر اللي صغيرة بارابورل تونس حتى في التاريخ متيحها وغيره مبروك عليهم وهاي الخدمة شنو تجيب معناها كتشوفوا كي قطر يا ذيتم بعد نحكي عليها في فلاشباك سبورش نحكي على قطر بالضبط قطر مش تلعب في الكوب أمريكا معناها ناس تخدم مزيل تخدم ما هومش من أي سين هزو توقاس آسيا خاموا في من بعد خاموا في الفيلم سنين وعشرين إن شاء الله نحنا نصب النهار تولي عنا حتى زوز والثلاثة تيرانات كيف لي عمتم إن شاء الله يا ربي سينو أخباري خور بهي دونك سوخ بوكينغ في جربة اليوم نحكي على سوخ بوكينغ في جربة معناها فما سوخ بوكينغ سوخ بوكينغ لاو شوي بالعربي معناها معناها الحجو زاد فاقة التقت الصيعابة متاعنا في جربة وسيد وزير السياحة روني ترابلسي يحب يعود يحل لليزوتين المساكرين النزول المساكرة وكذلك تكون حاجة تفرح وانت عاشة متأكدة للموسمة ذي السياحية 2019 بش تكون فيه انت عاشة كبيرة إن شاء الله التونس وإن شاء الله يكمل هكا روني ترابلسي دونك خباري فرح كم خباري فرح سيخطوه معناتها اليوم سياحة متاعنا تضرت شوية بحكم من العمليات الارهابية اللي صارتت لنا من 2013 حتى كش ل2017 تحديدا من بعديكا معناتها رجعت بشوية بشوية إن شاء الله معناتها من العمناو اللي كانت باهية البيك برابور 2010 إن شاء الله سنية في 2019 تكون نزيدوا معناتها خير من هكا وسيخطوه معناتها كل وطلة اللي سكروا وشوف أنت قداش تحل قداش تحل من وتيل السناء قداش نجم ترجح مواطن شغل إن شاء الله لتكون هذه البداية إن شاء الله نشوفوا سيزان مزينا سنة في تومس أمين لا برشا جيم ونفرحو كنا سمع برشا جيم وحكينا حتى على السياحة كيفاش حتى تشوف أنت رونيت رابلسي كيف شايفك البرنامج في فرنسا ومش يجيوا يعملوا البرنامج في تونس وحاط البرنامج هذيك المقدم تونسي أصله تونسي وفاما كرونيكور أصله تونسي معنى تشوفهم كل بشاشي خدمة خدمة باقي قاعد يخدم فيها رونيت رابلسي إن شاء الله يخليه وهيكمل هذا هي أكثر كلمة نحبة أنهم يخليه عبد يكمل البروجيه متاعه وخطر نحنا ما كتعرفك الوزارات يشد عامين ثلاثة ومبعد تحوير وزاري يجيلين بعد وما يكملش خدمة الاخر دونك خليه إنسان ما دام بدأ في النجاح ما نقولوش نجاح الخطر ما زي ما يدورش تونسي ما دام بوادر نجاح إخوية خليه يكمل أنا كيفه في تحوير الوزارة الأخير يزوج الوزارة وزيد الشباب والرياضة تشوف في الطريق حتى في الكوم تعني كيتشوف معنى تطور وبرشا خليهم ياخدوا وزارات الأخرين مش ما نعرفهم مش خطر هذوم سبور طبيعة خاطر والسياحة خاطر بطبيعتها حاجة تهمهمت تونس كول نحكي على ناقيب ألفا لجنف أول عمرها 30 سنة أول طيارة عسكرية تونسية تقود تائره ناقيب ألفا لجنف في إتار بعثة أممية أول مرة نجوكي على ناقيب ألفا أول مرة دي مانسان تعمل سبقين وثلاثين سنة عمرها نحكي على تصغيرها بيانسور شرف لتونس المرأة هذي شرف لتونس كل شرف لمرأة التونسية والمجتمع التونسي الكل عموما انشاء الله تترجع سلامات البعثة هذي في مالية ضم البعثة الجوية كانوا قبلها ومعنتها البعثة الجيش البري إن شاء الله يمشيوا يرجعوا سلاماته وسيخطوا العمل لذي عمل إنساني بيقتم معنى الكلمة معنتها تشارك في تونس وتونس معنتها عضوة في الأمم المتحدة إن شاء الله ربي معهم وإن شاء الله يرجعونا سلامات ويرجعوا لأهليهم سلامات إن شاء الله يا ربي أمين فخرة للمرأة تونسية مرة أخرى ما نصورش برشة انسيف في العالم العربي خليني نقول مش ما نقولش العالم الكل أنهم يقودوا طائرة عسكرية برافو وهذه مرة أخرى دارس يجي من بلد في 11 مليون كهو دونك خل نقطب تسريح أثار جدل كما العادة هذية في صحيفة السباح دونك تسريح لسيد مدير لوزارة التجهيز ولا دونك مدير استغلال وسيانة الطرقات بوزارة التجهيز شنو يقول سي محمد القاسمي يقول اليوم نهار الجمعة يقول وزارة التجهيز 70% من الطرقات بحالة جيدة شكون هذا قال مدير استغلال وسيانة الطرقات بوزارة التجهيز ما التسريح من وزارة التجهيز 70% الطرقات في تونس كل في حالة جيدة 70% روا انا واحدة من الناس انا واحدة من الناس نتردد في حياتي اليومية على أربع حوام والأربعة مش معتها بش نقول الينا باهين في أحياء باهية معناها نورماً ما تكونوا كيسة باهية ما فاما حتى كيسة بالأربع حوام لا انا مطارش نور قاعدت نراجع في حزابات حسني انا مالي انا صغير حتى التو قاعدت ندور فك 30% ما مشيت في 70% من أصلاً والله طو مش كامل كومنتار الأربع حواما ذوما ما فهم حتى كيس باهية دوك يدولي انا تابع 30% معناها ذي نحكيه على كيسات كبار ودنيا كيسة 20% كل 30% ليه تونس كيب لا 70% يدولي بارة شوية من تونس هو الوحيد اللي عمال هذي يدور في 70% ونحنا ندوره في 30% حاصرونا في 30% شفر اكزاجيري بارش بارش 72% كاني ناجم يقول طرقاتنا في حالة جايت تعطيه شفر منساش ناجم تتعادل وانا تقول ليه قاعدين نحسنوا على خاطر بالحق فان باشا دي تخفوه له توا معتا باشا كيسة نحنا مشكلتنا فكلي ترافوريت كي نعملو ترافو الكيس نزيدو نهي الكو خليو خليها كيك بساعة يقص ع ترافو كي كي يدور اذا شفت انت به اشغال هذي كبش تقع دي هاي اللي نكبرو جيب صغار وصغار يكبرو باشا خلطوا على الاشغال نهاية الاشغال هذي كالمشكلة تاوي معناه بو مفاهم انا والله انا بقى بيت كي يقول طرقات خاطر انتوينسة كل يتشاكوا من طرقات حتى ففيس برجي ما نبرو حتى سيارة مريد سيارة انا سيارة والله شنو اي معقول اي معقول اي والله العظيم يعني انا نمشي بارشة فرق اما من طرقاتنا هكاكة في العمي طرقات سيارة مش زادة ما نبلغوش سابعين بالمئة منهم باقي به لأ سابعين بالمئة من طرقات سيارة ليه من طرقات ذي في تونس سيدا نحدث ذكا وممكن زادة يحكي عن نوعية بتاع طرقات خاطر كبنية كاملة وتروت فيهو جذو زادة ماناش نحكيه على الكامل نحكيه على جزء على التابيل موش يحكي على طريق سيارة راه ويحكي على طرقات في تونس تصريح كان واضح وصريح بيزار شوية طرقات الكل اما طرقات سيارة ناج بنمشي معاك احلموا في التصريح وبالك شي فاما برو جيم بتاع انو سابعين بالمئة بشي وليوا ان شاء الله ربي تول في عمرنا ان شاء الله يا ربي كاو يزيج مع التحليقات باين لا يتحسن تنتين نهارين في جامو جامبا معاش فاما جامبا معاش فاما اخبار خائبة ولي تختار في الاخبار البي ولا يفهم اخبار البي امين اخر 2019 شنو فاما لا اخر توا في 2019 شنو اخبار